يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية رجعنا للمكان القديم المكان الجديد ماشي ماكن مرتاح فيه صراحة طيب يا جماعة الخير ممثلين دخلوا الى عالم النجاح من اوسع ابوابه سواء على طريقة دون فيتو ولا عن طريق جايك من طرف فلان ولا بفلوسهم او مثل ما يقولون بخشم الريال وممثلين اضطروا يجتهدون علشان يدخلون الى عالم التمثيل شوية دراسة على شوية مسرحيات على شوية اعلانات على شوية تفحيط وتجارب اداء عن شركات الانتاج والمخرجين اللي ان جاتهم الفرصة المناسبة وكل النوعين اللي ذكرناهم امرهم هين مقارنة بايش مقارنة بالنوع الثالث النوع الثالث هنا من الممثلين دخلوا الى عالم التمثيل باصعب الطرق مار رائع يعني تعبوا اتباهدلوا وشافوا الويل مروا بظروف سيئة او قاسية جدا قبل ما يرتاحوا في نعيم الشهرة عاشوا متشردين ما بين الازقة والطرقات وما بين الملاجئ والكنائس والجمعيات الخيرية وبعضهم يعني اذا كان مرة محظوظ كان يعيش وينام في سيارة فاليوم جمعت لكم قصص قصيرة لاربع نجوم بدأوا حياتهم بشكل صعب جدا لعل قصصهم تكون مصدر الهام ليا ولك ولكل شخص عنده حلم وفي نهاية الفيديو راح اشارك معاكم فيلم المفضل لكل ممثل فيه فعلى السريع بس عشان لا يكثر الكلام لايك واشتراك لو منتم اشترك النجمة الاولى هالي ماريا بيري هذه النجمة اللطيفة يا جماعة بدأت حياتها المهنية في هوليوود بطريقة جدا صعبة ولكن انا متأكد انها في هذا الوقت بالتحديد فخورة جدا من نفسها وفخورة بكل شيء سوته في هذه الايام البنت لما وصل عمرها 18 سنة تقريبا شالت نفسها وقالت يلا على نيويورف طبعا خطوة زي كده تطلب جرأة امها قالت لها يا بنتي تعوذي من الشيطان اقعودي في البيت معانا نساعدك ونصرف عليك وندرسك الان توقفي على رجلينك وبعدها الله يصطر عليك يروحوا بمكان ما تبيت روحي البنت قالت انا رايحة ابدأ مهنة التمثيل يا ماما انا مش رايحة العب وصدقيني يوما ما راح اصير ممثلة واتذكري كلامي والله بالفعل البنت شالت نفسها وعلى نيويورك واللي يمكن بعضكم ما يعرفوا عن نيويورك انها واحدة من اغلى المدن من ناحية المعيشة الناس اللي متوظفين وعندهم رواتب هناك فيها متورطين مرة متورطين غالية غالية من مصاريف سكن اكل شرب موصات كل شي غالي هنا فخلي عاد اللي ما عندهم وظيفة تروح نيويورك وانت ما عندك وظيفك معك كم قرش في يدك موضوع صعب المهم البنت راحت على نيويورك بداية كان معها كم قرش كده بسيط يعني حق بداية المشوار وبطبيعة الحال وبحكم صغر سنها البنت كانت متوقع ان الحياة بتكون جدا سهلة وبتقدر تنجح بسهولة ولكن للأسف فاجأت ان الوضع لا والله ما هو بهذه البساطة البنت اصطدمت بمشكلة الواقع في سن مبكرة مصاريف اكل شرب سكن وصلات مرض عافية فواتير ملابس يا ساتل ايش هذا كله ما طولت هالي الا وراحت تتصل على امها الو يا ماما ارسليلي فلوس انا مطفرة امها ايش قالت يا عمي دي المرة الاولى بنتنا وحيدة ومطفرة في الغربة ما نقدر نخليها كذا اذا طفرت مرة ثانية اكيد بترجع للبيت وتسيب الهبل اللي هي قاعدة تسوي الفلوس خلصت الو يا ماما ارسليلي فلوس مرة ثانية امها ارسلت لها فلوس مرة ثانية يالله ما علي بنتنا وحبيبتنا ما نرضى عليها الفلوس خلصت مرة ثالثة هالي هنا بتلشت قالت يا ولد انا متى بصير ممثلة ايش ام والنش بهذي امها قامت ارسلت لها فلوس مرة ثالثة قالت اي الثالثة ثابتة وصدقيني بعدها ريال واحد ما نمرسلت لك تبغي تيجي البيت حياكي غير كذا والله ما عدني مرسلت لك فلوس يا بنتي هنقعد نصرف عليك الان متى ومن اللحظة اللي امها قالت لها ما عاد فيه فلوس بدأت رحلة بهذلتها بابها صورها هالي افلست مئة بالمئة ولا احد راضي يعطيها فلوس من اهلها فجأة تخلت عن سكنها فجأة بدأت تبيع اغراضها فجأة البنت بدأت تعيش في الشوارع وتنام في الشوارع واحيان كان يحالفها الحظ وتلقى لها سرير في احد الملاجئ تنام فيه والعلمك لما اقول لك ملجأ لا تتوقع انه فندق خمسة جوم وسرير وطراحة وبطانية لا الملجأ غالبا يكون كذا مكان فيه مية سرير او الف سرير اي ان كان العدد تدور لك كذا سرير تنام فيه والصباح تمشي ما فيه شوار ما فيه مطبخ ما فيه شرفة مطلع لنيويورك لا بس كذا سرير تنام عليه وتذلف جنبك واحد حرامي جنبك قاتل الله اعلم المهم يا حبيبي رجعت البنت اتصلت بامها قالت يا عمي كذا ما يصير يا ماما رسليلي فلوس والله انا مرة الوضع صعب امها قالت لها والله ريال ما تشمي انت بتجي البيت حيات فلوس معدني مرسلتلك خسرتيني واللي بغى تدحها لا يقول احها انت قدها اكملي منت قدها يرجع البيت زبط هالي كانت جدا مصرة انها تدخل مجال التمثيل بطريقة وباخرة فلذلك كلام امها ما اثر عليها وقالت راح اصبر على المر الينا حقق علمي وما علي زبدة قضتها ملاجئ وازقة وجمعيات خيرية وكنائس الين قالت امين مشت امورها زي ما تجي تجي اشتغلت هنا وهناك قرش من هنا وقرش من هناك بعد كم سنة من البهذلة والعمل في اكثر من وظيفة قدرت اخيرا انها تحصل على اول دور لها ونجحت في مجال التمثيل وابدعت فيه كمان بل انها قدرت تحصل على جائزة الاوسكار وهي من اوائل الممثلين والممثلات من اصول افريقية اللي قدروا يحصلوا على جائزة الاوسكار وثروتها اليوم تقدر بحوالي 100 مليون دولار السؤال الحين هل لو امها استمرت ترسل لها فلوس كل شوية هل كانت هالي راح تنجح سؤال يراودني والله النجمة الثاني كريس برات او خلينا نقول المحضوض ابن المحضوضة كريس برات عد هذا ما تشرد بشكل كامل ولكنه اخذ له على راسه كثير للامانة اولا بسبب قراراته العشوائية اللي كان يتخذها وثانيا بسبب انه كان طائش وبلا هدف الولد كذا حرفيا بلا هدف ماشي على الله كريس برات كان عايش حياة خلينا نقول جيدة الى حد ما ولكن في يوم من الايام ولما صار عمره 19 سنة صاحبه اشترى له تذكرتين هووية الى جزيرة ماوي التابعة لجزر هواي الى الان الامور طيبة يا السلام جزيرة حلوة ومناظر طبيعية اكيد بتكون رحلة سياحية المشكلة مش هنا المشكلة انه التذكرة ذهاب بلا عودة يعني بالروح مدري يمكن نرجع ويمكن ما نرجع يا ولد تعاوذوا من بليس وين رايحين لستكم صغار ودرسو لكم حاجة تعلمو لكم حاجة طيب على الاقل اعطونا سبب وجيه للسفر رايحين اش تسووا هناك اللهي ما في اي هدف ولا في اي سبب كده رحلة بلا عودة وإلى المجهول وبنشوف على وين الدرب مودينا وعلى اي شط مرسينا ولو بالفعل كريس برات شال نفسه هو وصاحبه على جزيرة ماوي ومن وصله هناك جلسوا يسكرون ويحششون الين خلصت فلوسهم وبعدها بدأوا يشتغلون كده في وظائف عشوائية ويعيشون بابسط الطرق واذا جاتهم فلوس يروحون يسكرون ويحششون ويصيدون سمك كده بعظمة اللسانه كريس برات قال كنا نشتغل في اقل وظائف وقل ساعات عمل ونروح نسكر ونحشش ونصيد سمك مدريش قصة امه السمك بس واضح انه كان ارخص شي اكله هناك السمك حياة فارغة وبلا هدف وبلا معنى واضح وجاتهم ايام كانوا مطفرين ويناموا في الشارع جاتهم ايام كانوا يناموا في الازقة واحيانا في الحدائق حسب دنهم تهجول وهجولة اكلوا هوائلين قالوا امين ولكن بطريقة ما المحظوظ ابن المحظوظة وراح تعرفون ليش قلت عنه المحظوظة في يوم من الايام راح كريس برات هو وصاحبه الى بار او مقهى راحين يسكروا كالعادة وهو جالس في البار جات عنده واحدة اسمها ريا دون طبعا وقتها كان لسه شاب وسيم وكيوت فتوقع لاخ انها جالسة تغازله فعلى طول اعطاها وضعية جوي المهم البنت هذه جلست جنبو وقالت له شخ بارك يا وحش ان شاء الله طيب تعرف تمثل قال لها مثله بس لو تبيني ارقصلك مصري رقص قالت له حلو طيب تجي تمثل في فيلمي احاق اما انتي مخرجة قالت له ايوا انا مخرجة وعندي فيلم قصير مدة 25 دقيقة بس وابغى واحد مز كده وسيم زيك يمثل فيه ريس برات قال لها قدام وانا قل لا ليش ويا للمصادفة ويا للحظ بعد ما شارك في هذا الفيلم القصير وبالتحديد سنة 2000 بوم انفجر الولد حرفيا انفجر مش انفجر انفجار تقطعش لا انفجر كده نجمه سطع بسرعة فيلم وره فيلم مسلسل خلاص كده زاد علي الطلب ما حداريش السالفة الادوار ما وقفت تجيه الى يومك هذا بل انه ثروته حاليا تجاوزت ال 60 مليون دولار وبعد غارديان اوف غالكسي وبعد افلام مارفل اتوقع بتتجاوز المائة مليون دولار ومش بس كده ومتزوج من بنتها الممثل المشهور ارنود وقبلها كان متزوج من الممثلة انا فارس عرفت ليش قلت عنه محظوظ فجأة كان مشرد في الشوارع يصيد سمك ويحشي شوي اسكر صار ممثل صدفة طبعا هو ما كان يبحث هذا اللي قاهرني في الموضوع انه تبهذل بس ما كان يبغى يصير ممثل التمثيل ما كان في باله كده صار ممثل فجأة خلاصة الكلام يا صديقي ويا صديقتي لو احد من اصحابكم حجز لكم تذكرة بلا عودة الى اي مكان لا تقولوا لا ما تدروا الحياة واش مخبية لكم النجمة الثالثة الاسكارية هيلاري سوانك هذا يمكن الطف انسانه في هوليوود كده من وجهها تقول هذه ضعيفة الله مستحيل ان عمرها اذى تحت في حياتها المهم يا حبيبي اللطيفة هيلاري سوانك وقبل تصير نجمة مشهورة اكلت على راسها هي وامها المسكينة الين قالوا امين وبالرغم من انهم وصلوا الى ابعد نقطة في خط الفقر الا انه ايمان امها فيها وصبرها ما راحها باء منثورة تقول هيلاري لما كان عمري 16 سنة قلت الام يلا يا ماما خلينا نروح على هوليوود انا ابغى اصير ممثلة طبعا قبلها هي كانت تمثل في المسرع حق المدرسة ولها عدة تجارب بسيطة في التمثيل فكانت امها مؤمنة فيها وعارفة انه بنتها فعلا تقدر تمثل المهم راحوا معهم مبلغ حليوة كذا على هوليوود يعني مبلغ حق البداية ولكن مرت الايام والاوقات بشكل سريع ومخيف الفلوس جالسة تنقص المطالب جالسة تزيد وتتكاثر وفجأة هيلاري سوانك وامها خرجوا من بيتهم بعد في فلوس ايجار بدأوا يعيشوا في سيارتهم متنقلين من مكان الى اخر عاشوا فترة طويلة طبعا تخيل انك تعيش في السيارة ما عندك مكان تنام فيه تحرك في الصباح تروح تدور لك اكل وشرب وفي الليل ترجع ما في بيت ترجع في المكان اللي انت راجع فيه تنام فيه ولكن لحسن حظهم واحد من اصدقاء امهم في فترة من الفترات يعني اللي كانوا متبهدلين فيها في السيارة واحد من اصدقاء امها كان مسوق عقالي يعني عندوا بيوت فاضية حق ناس يعرضها للبيع وكذا فكان يسمح لهم يناموا في هذه البيوت الفاضية في الليل والصباح يعني يمشوا يعني لا تتوقعون ان البيوت الفاضية فيها كنب ولا سرير ولا اسمها فاضية فاضية ما فيها شي فاضية فتقول هيلاري كنا نجيب السرور الهوائية ونعبيها هواء وننام عليها والصباح نفرغها سريع سريع كذا مع المنبه قبل ما يجي احد يشوفنا يالله يالله المهم عاشوا على هذا الحال ما بين البيوت الفاضية وما بين السيارة يوم يناموا في البيت يوم يناموا في السيارة يوم يناموا مدروين حياة صعبة حياة صعبة وكل يوم الصباح تروح هيلاري وامها يشتغلون ويبحثون عن فرص لها في عالم التمثيل الى ان جاءت الفرصة المناسبة لهيلاري وشاركت في اول عمل تلفزيوني لها سنة 1989 ومن هذاك اليوم وبسبب تمثيلها الجميل واداءها المميز ما وقفت تجيها عروض بشكل دائم بل انها قدرت تفوز بالاوسكار مرتين مرة عن دورها في فيلم بويز دونت كراي ومرة عن دورها في فيلم مليون دولار بيبي وثروتها حاليا تقدر بحوالي 60 مليون دولار انا ما ادري شو ردت فعل امها ولكن اللي متأكد منه ان امها مرة فخورة فيها وما هي ندمانة على كل يوم تبهذلت فيه حلشان هذه البطلة النجم الرابع والاخير جيم كيري جيم كيري يا جماعة واحد من اشهر الممثلين الكوميديين وبالنسبة لي للامانة اشوف واحد من القلة اللي فعلا يعطوك الكوميديا ككوميديا كده تحس انه كوميدي بالفطرة لما كان جيم كيري صغير ابوه كان يشتغل كمحاسب في شركة كبيرة يعني حياتهم كانت كويسة والامور طيبة عندهم بيت وسيارة وملابس واكل وشرب كانوا عايشين حياة حلوة زيهم زي اي انسان من المستوى العاد ولكن فجأة وللأسف ابوهم خسر وظيفته بتقول لي طبيعي كل الناس تخسروا وظائفها اكيد بعد فترة بيلقى وظيفة بديلة ولكن للأسف الحياة ما كانت رؤوفة جدا في وجه ابوهم وظل بدون عمل لفترة طويلة شوية بدأوا يبيعوا الاثاث يا ولد شا السالفة يا بابا دور وظيفة الله يرضى عليك شوية شوية باعوا سيارتهم واشتروا سيارة فوكس واجن فان اححى انت قاعد تلمح ليش يا بابا على وين الدرب مودينه وعلى اي شط مرسينه شوية شوية تركوا البيت شوية شوية ويشيلون انفسهم ويعيشون في هذا الفان اللي من فئة فوكس واجن المشكلة انه جيم كيري ما هو وحي يعني لانه عايش هو وامه وابوه في هذه السيارة بتقول يا عمي تيمشي لامور اللي ان يفريجها الله بس للأسف الولد عنده اخ وثنتين اخوات والسيارة يلا يلا تشيلهم يعني السيارة تنفع كتنقل ما تنفع كسكن فعلشان يوفرون مساحة لانفسهم وقت النوم اضطروا يشتروا خيمة جزء ينام جوة الخيمة وجزء ينام جوة السيارة انتم مستوعبين البهذلة اللي كانوا فيها انت واخوانك واخواتك امك وبوك تناموا ما عندكم بيت ولاصة الكلام يا جماعة عائلة جيم كيري تبهذل وبهذل ما الله بها عليم كل شوية تنقلهم بالسيارة من مكان الى مكان ما بين الطرق السريعة وما بين المنتزهات عايشين باقل وابسط الطرق الحلو ان جيم كيري كان كوميدي ويحب ينكت ويستضرف دائما وامه وابوه كانوا مؤمنين بقدراته انه فعلا راح يصير كوميدي او ممثل يوما ما واستثمروا فيه يعني ما قالوا يا عمي سيبه في حاله لا استثمروا فيه وكانوا ياخذونه من مدينة الى مدينة ومن مكان الى مكان علشان يخلوه يقدم عروض كوميدي بعض العروض اللي قدمها نجحت ولكن معظمها وعلى كلامه انها فشلة وهذا الشي احبطه في البداية تخيل تروح مكان تقدم عروض كوميدي ما حد يضحك ما حد يصفق لك وتنترض في النهاية من صاحب المكان مصيبة ولكن على الاقل هذا الشيخ اللي يكتسب خبرة ويمارس هواية ويجرب الشي اللي يحبه وبقدرة قادره بعد فترة ابوه حالفوا الحظ اخيرا وحصل على وظيفة جديدة وبدأت تستقر حياتهم من جديد بشكل تدريجي وحبا حبا جيم كيري قدر يلقى فرصة في مجال التمثيل وبمجرد ما دخل هذا المجال وصل للعالمية بشكل مرة سريع واليوم ثروة جيم كيري تقدر بحوالي 180 مليون دولار امريكي وعنده مقولة شهيرة حيرة الكثير للامانة يقول جيم كيري اتمنى كل الناس يصيرون اغنياء ومو علشان انا ابغاهم يصيروا اغنياء ابغاهم يعرفون ان الفلوس ماهي الحل الله يشوف انا مادرش اقول لك صراحة بس خلينا نصير اغنياء اول ونقول لك اذا كلامك صح ولا لا شوفوا يا جماعة لو في شي ممكن نستفيدوا من القصص اللي ذكرناها اليوم هو شي واحد تقريبا تمسك في حلمك لا تفقد الامل فيه مرة حارب علشان حلمك مهما كلف الامر الحياة بطشت فيك وخلتك تعيش في سيارة استمر في ملاحقة حلمك الحياة دعست عليك وحرمتك حقك البسيط في الحياة ادعس عليها انت كمان واستمر في الكفاح الحياة مرة واحدة يااخي اذا ما قتلت وما كافحت علشان تعيشها مثل ما تبغى ايش فايدة ام الحياة ولا تقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن علشان لا اهفك مخمس قول البيت الثاني تكملة القصيدة تجري الرياح كما تشتهي سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن هذا الكلام لا تكون انهزامي اجتمر في الحلم يا واحد طيب بالنسبة لأفضل فيلم لكل ممثل تكلمنا عنه اليوم ومن وجهة نظري طبعا فيلم المفضل لهالي بيري هو كلاود اتلس واللي نزل عام 2012 فيلم يلحس المخ مادر اوصف لكم صراحة بس لا يفوتكم مرة رهيب وفيلم المفضل لكريس برات هو باسنجر واللي نزل عام 2016 اشوفه واحد من افلامه الجميلة اللي قدم فيها دور درامي بعيد عن الكوميديا اللي انشهر فيها وبرضه دوره في غاردين وف غالكسي ستار لورد ما يتنسيش بس هذا الفيلم للمانه واحد من الفلام اللي احبها له وفيلمي المفضل للنجمة اللطيفة هيلاري سوانك هو فيلم مليون دولار بيبي واللي نزل عام 2004 فيلم مرة مرة فيلم مرة قوي واخذت عنه الاوسكار واخيرا فيلمي المفضل للنجمة الرهيب جيم كيري للامانة في افلام كثيرة ولكن راح اختار فيلم اترنال سانشاين ان ذا سبوتليس مايند واللي صدر عام 2004 فيلم جدا جدا قوي وعظيم ولو فاكرين يمكن تكلمنا عنه في سلسلة خارج الصندوق الجزء الاول فيلم كيريدرامي ممزوج بقليل من الكوميديا والخيال وللمعلومية كل الافلام اللي ذكرتها للممثلين كلهم للكبار فقط ما في شيء عائلي كلها بلاس 18 اوكي نعط المعلومة دي في بالك وبس والله الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني افلامكم المفضلين المثلين اللي تكلمنا عنهم ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول والضغط على زر الاعجاب علشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من المتابعين كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو يدي طولت يدي طولت مع السلام يا جماعة